وحصلت قناة الفلوج على تسجيل صوتي لعلاء الهاشمي مدير إعلام دائرة صحة محافظة البصرة يؤكد فيه إصابة 20 شخصا في حدائق الأندلس بمدينة البصرة فيما اعتذر الهاشمي عن حصول خطأ في النداء الأولي في مكان الحادث مؤكدا أن جميع المصابين بحالة مستقرة وصلت أعداد المصابين جراء الحادث الذي حصل مساء اليوم في حدائق الأندلس إلى 20 حالة جميع هذه الحالات هي خفيفة ومتوسطة وتم إسعافها الحمد لله في مؤسساتنا الصحية وبواسطة كوادرنا الطبية وللتوضيح أيضا ما حصل في بادي الأمر حول التصريح الأولي لإعلام دائرة صحة البصرة حول حصول هذه الحادثة في مدينة البصرة لاند أو مدينة البصرة العائلية كان هناك خلل في النداء اللي هو 115 النداء اللي بلغ إعلام دائرة صحة البصرة وقسم عملياتنا الطبية بواسطة هذا النداء طبعا النداء كان غير صحيح الحادثة حصلت في حدائق الأندلس النداء الأولي كان يوضح أنه حصول هذه الحادثة في هاتين المدينتين لكن الحمد لله لم يحصل أي حادثة في هاتين المدينتين وعليه نقدم اعتدارنا لجميع الأخوة والزملاء ما حصله كان موضوع غير مقصود وهو بالاعتماد على النداء 115 الأخوة والزملاء مزيدة مرحچة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة